اشتركوا في القناة على تحدي والامتحانات التجربية كلها يعتها كم يوم وحتشوف كيف حتفلل فيها ما بدأ قولك تفلل فيها على قلية علامة كاملة عساس انه احنا بننغطي قد ما اقدر في هذا المكثف بس بوعدك والله اذا بتركز في كل كلمة العلامة العالية فكك منها وشوف كنتك تجيب العلامة الكاملة باذن الله بس بدي اياك تركزني في كل كلمة والله 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 لا خليك تضمن العشرين بالمية بس انت صحصح معي ارتاح نفسيا معي وترك الباقي علي اليوم عندنا مادة الحاسوب انظمة عددية وذكاء اصطناعي عندك مشاكل بالفهم بالحفظ بدي اياك تحضرنا حصة حصة تمام رح ننزل كل فترة حصة وبإذن الله رح احاول اخلصهم نقدم اقدر قبل تاريخ 15-12 عشان ألمن لك المادة كلياتها وفي اقل من 6 ساعات لكن حصة انت بتشوفنا على اليوتيوب اول شي بدنا كومنت حماس مع شوية لايكات مع شوية حبش تكنال وهم شي فازعتكم وهاي المكثف ينتشر في كل الاردن تمام تمام تنسوش طملونا الدعوة يعني انا عين نفسيتي هسا تعباني الساعة 12 في الليل هاي الحصة هاي هاي الحصة انا بصور لك يا الساعة 12 في الليل بدل ما اكون نايم قعد بصور لك حصة بس كرمال عيونات بس على الله ما تحلونه بالاخر على تحدي الحاسوب هتفلل فيه بس انتركز معاي على السرق الانظمة العددية في اليزارة بيجي عليها 70 علامة تمام تمام عنا اربع انظمة الاربع انظمة عشري ثنائي ثماني سادس عشر بدي اياك في كل نظام تعرف شغلتين ايش بنسميه الاساس واش بنسميه الرموز تمام ياابا حلو يا عرق عيني اوكي نشغلك هاي الاساس والرموز طبعا كيف تطلع الاساس والرموز لأي نظام من دون ما تغلب حالك اساس اي نظام من صوتك من حنجرتك من جمال صوتك بتعرفه عشري من عشرة يبقى الاساس عشرة ثنائي من اثنين يبقى الاساس اثنين شفتوا محلوها ثماني من ثمانية يبقى الاساس ثمانية سادس عشر من ستاش يبقى الاساس ستاش حلاوة حلاوة نيجي لقصة الرموز اي نظام عد بعطيك اياه ولا ما بعطيك اياه ايش مكان نظام العد ببلش من العدد صفر كل الانظمة بنبلش من العدد صفر اذا الرموز العشرة منهم بتتبلش من الصفر لوين بتخلص قبل الاساس بحبة الاساس عشرة شو قبل العشرة تسعة اذا الرموز بتبلش من الصفر بتخلص من التسعة صعب يا با من الصعب يا عرج عيني كمان نفس اللابة في الثنائي الثنائي من وين بنبلش؟ اتفقنا من الصفر وين بنخلص؟ قبل الاساس بحبة يبقى الواحد الثماني من وين بنبلش؟ من الصفر لوين بنخلص؟ قبل الاساس بحبة يبقى سبعة السادس عشر المفروف على النمط اللي انا بحكي لك ياه سفر خمستاش بدي اعتبرها نص صح وين بنصف ارجع لها بس خطوا لي اياها على جنب تمام؟ تمام طلع معاي اول سؤال وزاري رح يسألك ايش اساس اي نظام؟ حكينا من جمال صوتك الشغلة الثانية من وين نعرف الرموز؟ اي رمز بنبلش من الصفر وبنخلص قبل الاساس بحبة تمام؟ تمام لكن في الرموز رح يسألك سؤالين وزاريات او حتى في التجريبة رح يجي يقول لك من وين لوين او اسف اذكر رموز العشري رموز العشري نصفر للتسعة لكن اذا سألك كم عدد الرموز؟ هنصار عندي سؤالين عن الرموز اذكر الرموز بفرق عن سؤال كم عدد الرموز؟ كم واحد بدي يشوف الفيديو هات؟ عشر تلف بخطي لك صح طب اذا سألتك كمان مرة كم واحد بدي يشوف الفيديو؟ اذا واحد اجي حكال والله شوف هذا الفيديو حسن وبراهيم واحمد وعبير شو بدي في اسماكو؟ انا طلبت اسماكو انا سألتك كم واحد بحضر هذا الفيديو نفس المبدأ هان اذا سألتك كم عدد الرموز؟ عشرة اذكر للرموز من الصفر للتسعة هيك اجابتك صح اما اذا اجي قل لك كم عدد الرموز تحكي له من الصفر للتسعة؟ اجابتك غلط انا ما احكيت لك التسعة هيك انت بتحكي له انه كم عدد رموز العشري؟ بتحكي له انت من الصفر للتسعة انت قاعد بتحكي له معناه تبص رمزين صفر تسعة لا تفرق اذا برجع بنعيد كم عدد الرموز؟ بفرق عن اذكر الرموز طيب هان كم عدد الرموز؟ اثنين ورايحك كمان اعطيك اكبر دليل قدش الاساس ثانة؟ اثنين يبقى كم عدد الرموز؟ اثنين شو الاساس ثانة؟ عشرة كم عدد الرموز؟ عشرة شو الاساس ثانة؟ ثمانية يبقى كم عدد الرموز؟ ثمانية شو الاساس ثانة؟ ستاش يبقى كم عدد الرموز؟ برضو ستاش عشان هيك السؤال الثالث في الوزارة لسه منها عشري لانه اساسه عشرة ورموزه عشرة لسه منها ثنائي لانه اساسه اثنين ورموزه اثنين ثماني اساسه ثمانية ورموزه ثمانية السادس عشر لأنه أساسه ثمانية لأنه أساسه 16 أسف ورموزه 16 إذن عنا صار أربع أسئلة وزرية شو أساس النظام كم عدد رموز النظام أذكر رموز النظام وليس سمينا هذا النظام بهذا الإسم شفتوا عليك كيف محلاها طيب نجي لقصة السادس عشر لكن السادس عشر أنا جيت حكيت لك مصح رموز السادس عشر من الصفر للتسعة لكن هي ما بتستقبل أعداد أكبر من التسعة بعد التسعة بدل ما نحكي عشرة السادس عشر بنحكي عنه في العشرة A اللي 11 بنحكي عنها B اللي 11 بنحكي عنها C إيه آسف اللي 12 بنحكي عنها C 13 D 14 E 15 F رموز السادس عشر بتكون من الصفر للأف يبكي هانا ركز معي في السؤال إذا سألك كم قيمة الأي في العشري الأي سادس عشر كم قيمة الأف اللي في السادس عشر هاي الأف كم قيمتها في العشري خمسة عشر إذن الأف قديش تساوي في العشري خمسة عشر الأي عشرة البي قديش تساوي 11 السي قديش تساوي 11 والدي 13 لكن ركز معاي قديش إذا سألك سؤال كم تساوي الأي في العشري أسر يا خلص لحالة 10 البي 11 السي 12 الدي 13 وهسا لو قدام رح نوضح بزيادة بعض الأسئلة عن رموز السادس عشر نيجي لحظ السؤال الخاوة اللي جاي وزاري ورح يجي عند أغلب الطلاب اللي رح تشوف هذا الفيديو في التجريب خاوة وعات حدي أغلبكوا رح يشوف هذا السؤال نص حرفي في الوزاري أو في التجريب إلى أي نظام عد تتبع الأعداد التالية هانا ركز معاي عما أعطيني 10 211 580 اي 5 X9 ركز معاي أنا ما بديك تقراري هذا الرقم 10 ما بديك أو معنى السؤال قبل ما نيجي للشرح هانا معنى السؤال بقول لك عندك مجموعة أرقام هذا الرقم موجود في العشري ولا في الثنانة في الثمانة في السادس عشر وين موجود الله أعلم أنا وياكم هنا أعرف مون الموجودات ركز معاي هاي ما اسمها 10 هاي ما اسمها 10 تمام هاي اسمها 01 هاي منحك عنها 01 تمسك للواحد أكبر عدد من الأكبر الصفر ولا الواحد الواحد تمسك لي وبنأخذ أنا وياك مشوار وين هذا المشوار على رموز النظام أنه نظام كليات من الأكبر الصفر ولا الواحد الواحد نمسك الواحد الواحد موجودة برموز العشري والله من الصفر للتسعة آه والله فيها واحد حلو إذن هاي تنتمي للعشري طب هذا الواحد موجود برموز الثنائي رموز الثنائي فيها واحد والله فيها إذن كمان ينتمي للثنائي هاي الواحد موجود برموز الثماني رموز الثماني من صفر لسبعة حيلو إذن كمان ثماني سادس عشر من الصفر للأف حيلو يبقى سادس عشر إذن شو لعبتنا ناخذ أكبر رقم نشوف ومموجود بس نلعب لفس اللعبة ميتين وحد عشر مين أكبر اللي اثنين ولا الواحد اللي اثنين اللي اثنين موجودة في العشري والله موجودة اللي اثنين موجودة في الاثنين يهبل يهبل حكيته ثناي والله إذا حكيت ثناي وحط في التعليقات لنك بتكون أهبل اثنين موجودة فيها رموز الثنائي هاي رموز الثنائي فيها اثنين رموز الثنائي من صفر لواحد احنا ما بنحكي عن الأساس حكيت لك الرموز ركز هاي فيها اثنين ما فيه إذن ما بنكتب اثنين الثنائي طب هاي اللي اثنين موجودة برموز الثماني والله موجودة هاي الثماني اللي اثنين هاي موجودة برموز السادس عشر موجودة يا السلام عليك أبو الغندي خمسمية وثمانية صفر ثمانية خمسة من أكبر الثمانية الثمانية موجودة في العشرة موجودة موجودة في الثمانية يهبل موجودة في الثمانية مش موجودة رموز الثمانية من صفر لسبعة فيها ثمانية مش موجودة إذن ما بنكتب ثمانية طب موجودة في السادس عشر موجودة إذن هي سادس عشر خمسة اللي تغطيها السريع 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 شوفت حرف ولا تغلب حالك ايش النظام الوحيد اللي فيه احرف سادس عشر ولا تفكر فيها طب اللي بتحتيها اكس تسعة انا عاد ثلاث ثواني واحد اثنين ثلاث ان شاء الله هبدت وحطيته سادس عشر بتكون اهبل بتكون عبي بتكون برمين ليش لانه اكس تسعة غلط لا يتبع لاي نظام ليش يا استاذ الاكساي اهبل موجودة فانو نظام ولا اي نظام اذا لا يتبع لاي نظام لا عشر لا ثلاث لا ثماني لا سادس عشر شفتم حلها كمان لعبة ثانية ركز معي ايه لاب فيو جماعتي شوف لي هاي الحركة هسه مطيني ارقام جوه اقواس طب هاي من دون اقواس اه تلفت اللابة ركز معي شوف عمك ابو الغندي كيف دعان مكي اياها هاي عم بسألك موجودة فانو نظام بكل بساطة ايدك بدي ياك تغطيه للرقم ولا جوه القص تطلع بر القص شو بتلاقي بر القص رقم صغير هيك هيك رقم صغير تطلع عشرة انو نظام اساسه عشرة العشرة اذا انا عرفت انو انا قصده انو الرقم اللي جوه القص خاوة يتبع للعشرة شلت ايدي هل الصفر والواحد بسأل حالي سؤال هل الصفر والواحد موجودين في رموز العشرة حكالي انو عشرة حلو لاني تأكد هل الصفر والواحد اللي جوه القص يتبع للنظام العشري والله يتبع إذن ينتمي للعشري استنى ما في مناش تعالوا نلعب لعبة ثانية الرقم اللي جوه القوس طز عليه بتطلع برا القوس شو برا القوس؟ ثمانية صغيرة يبقى أنا بتعامل مع النظام إيش أنوني أساس نظام ثمانية أنوني أساس أنوني أساس ثمانية الثمانية شلت يدي فأكد لي من الثمانية بتأكد هل السبعة والواحد والخمسة موجودين في رموز الثمانية موجودين نلعب كمان لعبة واحد واحد صفر واحد حافية طفياعة اليوم ما صرتش واحد واحد صفر واحد قديش؟ مناش فيها بديتطلع أنا برا القوس حكيت لك برا القوس شو برا القوس؟ اثنين صغيرة أنوني أساسه اثنين الثنائي شلت يدي هل الواحد والصفر اللي موجودين جوه الأقواس موجودين برموز الثنائي؟ والله موجودين هاي ثنائي اللي تحتيها ايه تسعة ثمانية طوز ما يلي فيها ان شاء الله مليون حكيت لنا منطلع برا القوس برا القوس ستعاش هاي الأسئلة تكتصير في النظر تحله السريع هذا ثاني هاي في الامتحاد تقعد معك بالتحديد في الوزاري دياك تكون عارف أغلب الأسئلة الصعبة بتكون بالفصل الثاني بالفصل الثاني الله يعينكو عليه مش بخوفكو ترى بس بدو هالزكتاف أكثر بمليون مرة من الأنظمة العددية في مداخل ورسمات ووطغل وطلع وبدك ترسم ومدارات كهربائية ودارة مغلقة ومفتوحة وتيتيتيتي زي ما رحتي زي ما والله لأخا فعشان هيك الأنظمة العددية في بعض الأسئلة عن جد في ثاني بدك تحلها لما كل تفكير بدكون في البوابات المنطقية ثماني تسعة هل موجودين برموز السادس عشر والله موجودين هاي سادس عشر إني بعده إيه السادس السؤال غلط مش خطي لي ولا نظام لأنها مش كاتب لي ها أنا كاتب لي بس أنا مش كاتب لي ولكن أنا أطلع شو بد أكتب لك اللي جاء بعشري طب ليش النظام الوحيد كتبت الأساس ولما كتبته انت حر هو العشري لكن ثماني والثناء والسادس عشر غصبا عني وعنك ننكتبه برجع بعيد كتبت الأساس ولما كتبته للعشري انت حر ثماني ثناء سادس عشر غصبا عنك دك تحطه تمام ومن الحط العشري ما حطينا عشري حطينا خاوة ثنائي ثماني سادس عشر تمام تمام ونجي لهاي حكا لي ثنائي صح خاوة بنا نتعامل مع النظام الثنائي شلت أيدي شو لقيت الرقم ثمانية ثمانية بسأل حالي سؤال هل الثمانية موجودة برموز الثنائي لا يا تبعا الثمانية مش موجودة برموز الثنائي مش عالسريحة تيجي تحط لي ثنائي ما هي الثمانية مش موجودة برموز الثنائي يبقى السؤال غلط تمام؟ تمام نيجي لهاي قصة الرقم والعدد رح يعطيك أرقام ورح يعطيك أعداد كيف تعرف أنه دي رقم ودي عدد ركز معي تعريف الرقم يتكون من خانة فقط تعريف العدد يتكون من خانة أو أكثر يعني أشرح لك يتكون من خانة فقط زي الصفر الواحد التسعة تمام؟ تمام العدد زي عشرين اتنين وعشرين مية مليون اكثر من خانة عليك نور طيب إذا أبدأ سألك هذا السؤال هاي الثمانية عدد ولا رقم واحد اتنين ثلاثة عدد ورقم كيف يا أستاذ ركز معي عرق عيني هسرح ورجوكيها في الدسية جريت تكون معكم الدسية ضروري جدا هسرح تشوفوا شفاءك الدسية الرقم يقول لي يتكون من خانة فقط الثمانية فعليا خانة هاي خانة واحدة حيضو مش مختلفين يا أستاذ منه الثمانية رقم بس كيف الثمانية عدد؟ ركز في التعريف يتكون من خانة أو أكثر العدد يتكون من خانة أو أكثر يعني ممكن يكون خانة وممكن يكون أكثر من خانة إذن كل رقم هو عدد ولكن ليس كل عدد هو رقم تمام؟ يبقى السبعة عدده رقم التسعة رقمه عدد الصفر رقمه عدد الواحد رقمه عدد تمام؟ تمام طيب أستاذ صل لك ساعتين بتحكي أن الأنظمة العددية والنظام العددي والثنائي والثمانية والعشر والسادس عشر طبا فشمنا شوي أن يعرف لي إش هو النظام العددي صبراً ألا ياسر افتح لي دوسيتك يا حبي شوف الشيكلولولاس بدي أخليك خوة تحفظ مادة الحفظ في الأنظمة العددية افتحوا لي عدسية وترك الباقي علي شوف حبي ركزي عليك عيني أقول لك النظام العددي ننقرأ طب اللي فوقها سر رجعه بس خلينا في أول إش في تعريف النظام العددي تعريف النظام العددي مش ما يترموز أرقام أو حروف منطبطة معين بعلاقات حسب أساس وقواعد ماين فتشكل عدد ذات مع آني واضحة ولها استخدامات متعددة مافهمناش عادي لا بلاش ما تفهمش سلام عليكم خلصتها لا بمسح حسنت ومنحك دين وشهر اطناعش واسه كل واحد نفسيته محا مخاف دمه طرع اسمه بيني وبينكو هاي معتوا نشروها بس أقسم بالله ثلاث اربع طلاب التوجيه نكدين ونفسيتكم حموة ومزحجين الدنيا بس مضطرع جميلكم لمنه قلبي طيب عشان أكون صريح معكم وأقسم بالله اني نفسه مره اشوف كلمة حلوة من طالب توجيه دايما اسخام البيني منكد على سمعنا أقسم بالله يعني عن جد الله هنا همي هاي دي بس بنا هاي تنشروها عش مش تنشروها الصيح كوشوها الأستاذ يعني أقسم بالله من يمصدق عن الله تخلص السنة قابلكم نرجع نكمل حبايا بقلبي والله أحلى سنة معاك وأقسم بالله يعني والله العظيم اني يعني من دون والله العظيم انه يعني يعني بس يعني يعني بقول السنة هاي قداش نفسي تطول يعني عقد ما أنا بحقي يعني توجيه جي كثير كثير نفسيتهم حلوة دايما بيبعثوا كلام حلو تعليقاتهم حلوة رومانسيين جدا ما شاء الله عنكم الله يربي احني مليون دينار إذا بكذب ركز معايا عرج عيني النظام العددي مجموعة رموز أرقام أو حروف وقف لهن احلى ايش حكيت لك السا عندي أربع أنظمة عشرة ثنائي ثماني صح وسادس عشر مش حكيت لك لو كل نظام فيه رموز إليه رموز إيش بتلاحظ مثلا رموز العشري نشغل القلم لما جيت حكيت لك شو رموز العشري حكيت لك هي من الصفر للتسعة كله أرقام بس لما حكيت لك مثلا السادس عشر من صفر لأف شفنا حروف إذن فعليا النظام العددي ممكن يكون أرقام وممكن يكون أحرف هاي كلام جميل طيب مرتبطة معا بعلاقات حسب أسس وقواعد معينة فتشكل أداد ذات معاني واضحة هاي اللي قدامي بنفهمها كيف مش في أنه أربع أنظمة بقدر أعطيك رقم في الثنائي اتحوله إلى عشر إلى ثماني إلى سادس عشر بقدر أعطيك رقم في الثنائي أخليك تحوله من ثنائي إلى ثماني إلى سادس عشر كيف على حسب أدت قواعد معينة رح أعلمك إياها في المكثف اللي حكيت لك إياه اللي هزا حنا بنشرحه تمام تمام ولها استخدامات متعددة بس ها نركز معي أعريك عيني ولها استخدامات متعددة الأنظمة الأربعة اللي هم استخدامات ركز معاي العشري بنستخدمه في الحياة العامة كيف يعني أنت إن شاء الله لما تنجح في التوجيه وتدخل الجامعة وتتخرج وتدخل سقو العمل ويصير عندك راتب وبدك تجوز بدك تشوف المدام لما بدك تشوف المدام خلص ارتبطوا بالحلال رح تشتحكي لك ممكن تعطيني رقم التلفون انت رح تعطيتها رقم تلفونك لما عطيتها رقم التلفون مثلا رقم تلفوني أنا 079 075262 طبعا هذا رقم تلفوني اللي كل الأردن بتعرفه مش الرقم الشخصي اللي يعني عصاصي أنا ما تفكروش هو رقم الشكلول اللي بتبعتولي فيه الأسئلة طبعا تمام هذا الرقم التلفون لما أنا عطيتكه أو لما تعطيته للمدام شو حكيت لك هذا الرقم بدل ما تعطيها 079 075262 شو جيت قلت لها والله يا عريق عيني أنا رقم تلفوني 1101 001 0041 شو بتش بتقول لك بتشلح الدبل بتزيتها في صباحك اخلعني طلقني ارميني زتني انت حر بتخليش كلمة لك ليش لانا كهبل لانا كعبيط لما شو هذا 01111 101 قلت خيلت يجتحكي له هذا الرقم التلفوني في الثنائي ولا لا تنطيه في كرشك مش انتلت نط في كرشك ليش لانه هاي نظام ثنائي ما رح تفهمه لانما قلت لها عريق عيني رقم التلفوني 07 07526262 ارتحت لها نفسيا لانه هذا الرقم بالنظام العشري يبقى احنا في النظام الحياة العام وكل ياتا ما بنفهم غير النظام العشري طيب نيجي مني الثنائي الثنائي عريق عيني شايف هاي الشاشة اتابر لي ياها الكمبيوتر هذا الكمبيوتر احنا لما كنا صغار كنا قبل البلاستيشون وكدسة صاي كنا ناخذ السيدي ندخله في الكمبيوتر عشان ننزل اللعبة هاي اللعبة لما بننزلها اول ما تدخل السيدي في الشاشة الشاشة هاي تكون بيضة فجأة اول ما تدخل السيدي اسشاء الكمبيوتر فجأة بتصير شاشة سودة 01-01-01-01-01-01-01-01-01-01 شو هاي السفر وحد معنا أن نظام الثنائي يفهم عن الحاسوب والحاسوب يفهم عن النظام الثنائي إذاً أكثر الأنظمة استعمالاً في الحاسوب الثنائي في الحياة العامة العاشري طيب أنا خلص لا خلّرج الجامعة ودرست حاسوب لكن لما تدور حاسوب كل اياة برمجة ولأنه مبارمج أنا بفهم في العشري والكمبيوتر بفهم في الثنائي طب أنا لغة الدردش اللي بينه بين الكمبيوتر شو بتتكون أنا كيف دفهم عليه وإنه بحبه شو هي عشان هو يفهم علي وأنا أفهم عليه اخترعنا النظامين الثماني والسادس عشر إذا إذا المبرمجون شو بستخدمه ثماني وسادس عشر والثنائي في الحاسوب والعشري اللي هو أنا وأنت مجموعة رموز أرقام أو حروف مرتبطة معا بحسب علاقات وأسس وقواعد مؤينة تشكل أعداد ذات معاني واضحة ولها استخدامات متعددة عدوها 60 مرة تطلعش من الحصة لو انت حافظها تمام تمام طيب ركز هنا معي هسا أنا حكيت لك في بداية الحصة عندي مليون نظام عد بس معلش أنا بتتأكد ان الكاميرا مش مطفية والله نفسيتي بتتعب بذاتس بطلع شارع 600 ساعة عالفاضي آه لسه أمرنا طيبين حيلو أنا حكيت لك فين مليون نظام عد طلع على فكرة موزة أنا في الكاميرا قسم بالله استحيط من حالي ما توقعت انه الهودي جاي عليه مرتب صح احنا في الحصة عندنا مليون نظام عد هاي النظام عد في الحاسوب وغير الحاسوب فيه كمان أنظمة عددية زي النظام الستيني النظام الستيني هاب مين اخترعه البابليون النظام الثنائي الثاني عشر والنظام الروماني مين اخترعه شعوب أخرى خلاص هيك وضحها لكن العرب المسلمون اللي هو أنا وإنت تمام الأرقام العربية ركز فيها سايم نيح اللي بدأقول لك إياها هاي الصفر والواحد والاثنين اللي هي أصلا نحكي عنها قال زيرو وان تو ثري فور فايف هذول هذول أرقام عربية وليس التجنبية الأرقام الاجنبية اللي فعليا هاي اللي بنكتبها زي هيك واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة معلش انا كل شوي بدأكتب بالانجليزي بس بطلخ بر سبعة تمانية تسعة هاي أرقام مين بنا نحكي عنها اجنبية هي أرقام هندية هي أرقام هندية هاي أرقام عربية مش هش نبية هذول سرقوها على جانب ولادو لا جانب وحكوه أنها هاي لقلهم لكنين فعليا هاي الأرقام هي عربية طيب أخذوا فكرة عن الهنود اللي هي هاي الأرقام هاي فكرة هندية يعني اللي اخترع الأرقام بالأصل الهنود نحن العرب أخذنا هاي الفكرة وحولناها لهاي اللغة اللي هي 0-1-2-3-4-5-6 الى أخيره وأضافوا لها الصفر يعني الصفر احنا اللي اخترعنا الهنود اخترعوا الأرقام اللي هي من الواحد للتسعة تمام تمام طيب في عندي أهمية للنظام أنظمة العدد نظامين آسف شغلتين أهميتها بشغلتين سهل تستعمل بكثرة في الحواسيب ومعالجة البيانات نستخدمها وين في الحواسيب النظام الثنواني نستخدمه في الحاسوب اذا نستخدم الانظمة العددية اهميتها بايش نستخدمه في الاحوسبة وايش ومعالجة البيانات تستعمل في القياسات وانظمة التحكم والاتصالات والتجارة لانها تمتاز بالدقة اكبر دليل الاتصالات اللي هو رقم تلفوني وتلفونك لما احنا بدنا نحكي في عندك سؤال مشكلة كده بتعطيني رقمك عشان نساعدك التجارة والله عطيني وقت بتشوير مد ثلاث لرات ونص خمس لرات ونص بيت زي محمرة بالقشطة لا بصبتش بالقشطة لانو فعليا هاي الارقام نعرف نستخدمها في حياتنا كم طولة القياسات شفت السلام شفت الجلمال طيب تختلف الانظمة العددية بأسمائها واساسها بسبب عدد الرموز حسا حكيناها قبل شوية لما اجت حركت لك عن العشرة والثنواني والثماني والسادس عشر ليس منها عشري لانو اساسه عشرة ورموزه عشرة اذا ليش بتختلف الانظمة العددية بأساسه لانو بسبب اختلاف عدد الرموز العشري لانو عشر رموز الثنائي لانو رمزين الثماني لانو ثمن رموز السادس عشر لانو ستاشر رمزي بسبب عدد الرموز من ارقامها والخروف المسموح باستخدامها بكل منها اوزان الخنات خلوها شوي على جنبها كيف يتم تمثيل العدد اوزان الخنات لاني لسه ما شرحتها مش انو ما اطيعت لها كيف يتم تمثيل العدد في النظام العشري قبل شوي نفس هذا السؤال ولا اقول لك عشان ما ننجلش من الصفحة يتم تمثيل العدد في النظام العشري بوسطة قوة الأساس عشرة هانا لما اجينا اخاوة بتعمل مع النظام العشري اذا لما يجي قلت لك اعطيني مثال عن النظام العشري كل بساطة حط له أي رقم 190 10 بس حط له إيه بوسط قوة الأساس 10 طب إذا حطيت هيك 190 مثلا طرد أنت صح لأنه حكينا حطينا ولا ما حطينا ربنا يحطك في الجنة كلامك لوس تمام تمام وضح الفرق بين العدد والرقم شرحناها نيجي لهاي يعد النظام العشرين من أنظمة العد الموضوعي هاي لقدام لسه مش وقتها نشرحها كيف يتم تمييز أي عدد لأي نظام عدد ينتمي بإضافة أساس النظام بشكل مصغر في آخر العدد من اليمين بالأسفل وفي حال عدم موجود أساس النظام يعتبر العدد الممثل بالنظام العشرين أشرح لك ها وها وها هاي عشرة 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 طب أنا كنت أعرف أنه هذا ينتمي لأي نظام هاي كيف يتم تمييز أي عدد لأي نظام عد بنتمي هاي العشرة لون التنتمي هي بإضافة أساس النظام بشكل مصغر في آخر العدد من اليمين هاي إيدك اليمين هاي إيد اليمين بشكل مصغر بالأسفل وفي حال عدم موجود أساس النظام يعتبر العدد الممثل بالنظام العشرة إذن هذا عشرة 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 حطينا ولا ما حطينا شو اتفقنا عشرة شفت محلة الحلاوة خاوة أنا بحفظك إيها يسعديني قبل غاندي I love you والله ريتني درست عند حالي بس حالي ملحك حالي لما كانت أنا توجيه لأن حالي كان مش أستاذ ولو أنا لحكت حالي وأنا أستاذ والله لكن سفحت كنت جبت من الأوالع المملكة كمل معاي بتعرف الأنظمة العددية خليها شوي على جنب كيف يتم تمثيل العدد في النظام الثنائي بواسطة قوة الأساس 2 حكنا زي قصة النظام العشرة هي زي هاي القصة وينها؟ كيف حارفنا أنه نظام عشرة لما ها هاي عشرة طب هاي ثنائي بس بواسطة قوة الأساس بنعرف عله يعد الأنظمة العد أكثر أنظمة العد ملائمة للاستخدام داخل الحاسوب يعني ليش مستخدموا داخل الحاسوب لأن تركيبة الحاسوب الداخلية تحتوى مليون الدرات الكهربائية والتي تكون بحالتين لا ثلاثة لاوما وهي إما مفتوحة أو مغلقة ركز معاي يعني عيني هان أنا ليش مستخدم الحاسوب لأن الحاسوب هاي الشاشة هاي كلياتها كمبيوتر موجود قدام هاي فيها مليون درة كهربائية هاي الدرة ممكن تكون مغلقة وممكن تكون مفتوحة مغلقة شو يعني واحد مفتوحة يعني صفر إذن أنا أنوني ضمت لي صفر واحد إنه ذوم الثنائي فقط تمام؟ طب أنا عشان ما أطلخبط في الامتحان كيف تعرف إذا المفتوحة هاي مفتوحة صفر ولا يمكن أطلخبط أحكي إنه المفتوحة صفر واحد ركز معاي المفتوحة بقول لي أنه رمزة صفر طلع هاي الدوارة يا رب تكون ماضحة طلع دوارة مفتوحة هاي طلع شايفين هاي الفتحة هاي هاي الفتحة هاي شايفينها كلياتها جاي على شكل صفر فخلص عرفت إنه هاي الدوارة المفتوحة يبقى صفر سهلة؟ يبقى الدارة المغلقة شو بدا تكون؟ يبقى الدارة المغلقة شو بدا تكون؟ واحد الدارة المفتوحة صفر صعبي يا أبا؟ لا نكمل استخدامين للنظام الثنائي داخل الحاسوب شيغلتين خفيفة لطipse تخزين البيانات عنوانة مواقع الذاكرة انعب عنوانة مواقع الذاكرة انعب تخزين البيانات عنوانة مواقع الذاكرة تخزين البيانات عنوانة مواقع الذاكرة تمام؟ تمام تعرف الأنظمة شويل أجمع كيف يتم تمثيل العدد في النظام بواصلة قوة الأساس ثمانية؟ علي принимimaginанный الثماني والسادس عشر في الحاسوب لماذا يستخدمين مستخدمهم في الحاسوب؟ للتسهيل على المبرمجين نحن المبرمجين نستخدمهم في الحسوب ليش؟ لأنهم اللي بيسهلوا علينا استخدام الحسوب وقراءة وكتابة سلاسل طويلة من الأرقام الثنائية تمام؟ تمام السادس عشف أصب نحت عن تعريفه طلع يكافيها بالعشري إيش؟ عشرة أف بالعشري خمسة عش تمام؟ يتم تمثيل العدد في النظام السادس عشر بواسطة تقول أساس ستة عشف ليك نور؟ تمام؟ يجي لقصة التعريفات قبل ما نيجي لأوزان الخنار طبعا هاي الأسئلة اللي بحب يسبقني ويحلن بقدر يحلن لحالن والحال موجود آخر الدوسية طبعا رحل نيجي نحلهم ياريت هاي الحصص الجاي ما تكملوها إلا معاكم الدوسية بس قولوا بدي الدوسية أبو الغند العسر الشي كلولو المحبب يسعديني والله يسعديني أقسم بالله والله والله أنا حبيت حالي بعد المكثف أقسم بالله والله أنا حبيت حالي ويجي لقصة التعريف عندي تعريف للعشري الثماني السادس عشر طبعا رحل نختم هزا لكن طبعا بالأول كنت حفظك غصبا عنك لما أقول لك عرف لي أي نظام عد أي نظام عد إيش مكان؟ عسري 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 إيش مكان النظام؟ بديك تحفظ خمس كلمات هو أحد أنظمة العد الموضوعية هو أحد أنظمة العد الموضوعية إيش مكان نظام العد ها تعريف الثنائي هو ها شغال الكلب حب حبي اشتغل ها إنه هو أحد أنظمة العد الموضوعية كمل هو أحد أنظمة العد الموضوعية هو أحد أنظمة العد الموضوعية كل هيات النفس التعريف ولكن كيف بنكمل؟ ركز معي هو أحد أنظمة العد الموضوعية وأساسه عشر ورموزه سوري من صفر إلى تسعة الثنائي هو أحد أنظمة العد الموضوعية وأساسه اثنين ورموزه من صفر إلى واحد نفس الشيء أساسه ثمانية ورموزه من صفر إلى ستاشة أساسه ستاشة ورموزه آسف رموزه من صفر إلى سبعة السادس عشر من صفر إلى إلى أف تمام؟ تمام هيك إحنا عرفنا شغلات بسيطة لكن وأساسه عشر ورموزه من صفر إلى تسعة ويستخدم في الحياة العام يبقى الثنائي أساس ثمين ورموزه من صفر إلى واحد ويستخدم في الحاسوب ويسهل على المبرمجين الثمانية والسادس عشر نرجع للدوسية أو أرجوكم التعريف قبل يعني عيد هو أحد أنظمة العد الموضوعية أساسه حسب نوع السؤال رموزه حسب نوع السؤال ويستخدم برضه حسب نوع السؤال يعني إذا نوع السؤال يعني نقص عن تعريف العشر ولا الثناء ولا الثمانية ولا السادس عشر بس ياها بل هو هو أحد أنظمة العد الموضوعية أساسه 16 يتكونه من 16 رمز السماني وين الثماني وواحد أنظمة العد الموضوعية تستخدم هذه الرموز لكتابة العداد في النظام الثماني قصدوا هنا هاي الرموز الثنائي منظيف شغلة غير اللي أنا حكيتها شغلة بس واحدة يعني نفس اللي حكيتها بس شغلة واحدة طلع هو نظام العد مستخدم في الحسب حكي لأنه يستخدم في الحسب أساسه 2 هو يتكونوا من رمزين فقط هما الصفر والواحد لكن يسمى كل منهما رقما ثنائيا واختصاروا بيت وكل خانة منزلة في العدد الثنائي تدعى بيت ركز معي شو معنا الكلام هاي الواحد والصفر والواحد والواحد هاي منزلة هاي منزلة هاي منزلة هاي منزلة هاي منزلة هاي خانة هاي خانة هاي خانة هاي خانة إليهن اسم منزلة وخانة ولكن برضو إليهن اسم ثالث فقط في الثنائي هاي لو إنها عشري بقول لك هاي منزلة 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 خانة 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 تمام ولكن في الثنائي لها اسم ثالث بنسميه بت مش بايت بت ركز انت يا بت انت يا بت مش يا بايت ركز فيها رح يلخبطوك جبوها في الاسئلة الوزارية ترى ادخل عندي على اليوتيوب رح تلاقييني نزلتلك سؤال وزاري فيه موجود هاي عندي على اليوتيوب الاسئلة الوزارية اللي نزلنها فيه سؤال كاتبين بت وبايت اخلاب الطلاب تلخبطت حطت بايت بت مش بايت اوكي هيك بنكون شرحت لك حصة شوكولولية مرتبة الحصة الجاية رح نشرح لك اوزان الخنات بطريقة خمفشارية غصبا عنها ولكن احنا كل الحماس اخوان للفصل الثاني بديك اول ما تخلص مباشرة على جيكو استاد انا بدي بلش معك فصل الثاني فبدنا الحماس فول وكملو الحصص وبإذن الله اول بول رح نخبركو على قروب التنالي كل حصة بتنزل جماعتي بنشوفكم الحصة الجاية حبشت كناتكو تصبطاتكو في الطلاقات عشان نفسيتي تتحسن جماعتي بنشوفكم في الحصة الخادمة السلام عليكم